موسيقى رجال اليد رجال النادي الأهلي في كأس العالم لندية سوبر جلوب النادي الأهلي يفوز على مدر السعودي ستة وتلاتين تلاتين رجال النادي الأهلي حالا في أولى مبارياته في كأس العالم لندية يفوز على نادي مدر السعودي ستة وتلاتين تلاتين النادي الأهلي سيلاقي الخميس القادم نادي بن فيكة على صدارة هذه المجموعة لسه شايفين المباراة حالا وانتهت منذ قليل ما شاء الله رجالة النادي الاهلي النهاردة قبلوا بلاء حسنا لكن النهاردة وانا على قناة النادي الاهلي لازم نضرب تعظيم سلام لجمهور النادي الاهلي العظيم هو ده الجمهور اللي دايما بعد ربنا سبحانه وتعالى في اي مباراة اتطمن دايما على النادي الاهلي النهاردة شيء مفرح شيء جميل جدا لما تشوف جمهور النادي الاهلي منذ ايام قليلة في البطولة العربية في السلة في الكويت عملوا ملحمة كبيرة وأيضاً النهارده جمهور النادي الأهلي في السعودية في الدمام برضو حالاً ملحمة جديدة من ملاحم جمهور النادي الأهلي النادي الأهلي فاز على مدر السعودي بعد مباراة كبيرة وأداء حسن جداً من لعب النادي الأهلي شيء عظيم جداً لما نشوف الجمهور اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم من أول دقيقة في المباراة الآخر دقيقة وهو بيشجع لعيب النادي الأهلي لعيب النادي الأهلي اللي كان الجمهور لعيب اليد اللي كان الجمهور زعلان منهم منذ أيام قليلة النهاردة لعيبة النادي الأهلي بتصلح جمهورها وبترجع بأداء ونتيجة والنهاردة حتى لو خسروا المباراة كنا برضو هنحييهم هنحييهم على الأداء لكن النهاردة قدروا يجمعوا من الاتنين الأداء والروح والمكسب وهو ده الطريق الصح اللي احنا دايما بنقول لرجال اليد في النادي الاهلي دايما هو ده الطريق الصح لكن جمهور النادي الاهلي ده اللي لازم نقف عنده الجمهور العظيم الجمهور المساند الجمهور اللي دايما تروح اي مكان بتلاقي موجود في الكويت منذ ايام قليلة كان جمهور النادي الاهلي رغم سعر التسكرة اللي وصل ل 1200 جنيفة تسكرة باسكت جمهور النادي الاهلي كان موجود وكان مال الصالة النهاردة برضو في أولى مباراة النادي الأهلي في كأس العالم الأندية سوبر جلوب كان موجود وبأعداد كبيرة هو ده جمهور النادي الأهلي وهو ده عظمة جمهور النادي الأهلي لكن برضو عايزة رد وأقول للناس اللي دايما تشكك في النادي الأهلي سنة 2020 النادي الأهلي افتتحها في فبراير ببطولة كأس العالم الأندية في كرة القدم والنادي الأهلي أخذ تالت العالم البطولة اللي كانت في الإمارات البطولة التانية اللي بيشارك فيها النادي العلي النادي الاهلي في كأس العالم الاندية في شهر عشرة اكتوبر في كأس العالم الاندية لكرة اليد هو ده الناس اللي داينر تتكلم عن النادي الاهلي ومجلس إدارة النادي الاهلي والنشاط الرياضي تخالي النهاردة لما يكون النادي الاهلي في سنة واحدة بيلعب اتنين كأس عالم الاندية لازم نحيي كل الجهاز الفني الناس اللي تحملوا المسئولية الناس اللي عندهم روح الفنينة الحمرة أبناء النادي الأهلي لازم النهاردة نضرب تعظيم سلام لكل اللعيبة لكن المباراة القادمة يوم الخميس عندنا مباراة قيلة عندنا مباراة من العيار الثقيل أمام بن فيكة وبن فيكة من الأندية الكبيرة النهاردة في مسئولية كبيرة اعملوا اللي عليكم شدوا حلكوا نتيجة بتاعت ربنا دايما تكسبوا احترام الجميع بغض النظر عن النتيجة لكن النهاردة تحية كبيرة لرجال يد النادي الأهلي